شخصان يحطفهما في حادث اصطدام سيارة بالشاحنة قديمة من الاتجاه المعاكس بطريق الوطني رقم 75 رابط بين ولاية طايا سطيف وبتنة وبالتحديد في المنطقة وفي منطقة تولاد بدروح في بلدية طايا جنوب ولاية سطيف ويتعلق الأمر بأستاذين جامعيين يبلغان من العمر 52 و56 سنة ينحضران من رأس الواد ولاية برج بعليج كنام التجاهين الالتحاق بمناصب عملهما بجامعة الحاج الخضر في ولاية باتنة هذا وقد فتحت مصالح ودرك الوطني تحقيقا في الحادث بعد نقل جثمانهما إلى مصلحة حفظ الجثث